ينضم إلينا من رمالة خليل شهين الكاتب والباحث السياسي سيد خليل ما هذا التصريح؟ يأمن الواضح أن الرئيس محمود عباس بدأ يظهر مرونة تجاه الضغوط التي مرست عليه منذ عملية السيطرة على غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر حيث كان هناك ضغوط كبيرة عليه أمريكية وكذلك إسرائيلية والإسرائيلية كانت تتزامن أيضا مع تلويح بإجراءات أشد حدة مما هو متخد الآن من قبل إسرائيل من أجل إصدار موقف واضح بإدانة ما قامت به حركة عماس في عملية طفان الأقصى ومن ثم إداء قدر من التفاهم لما تقوم به إسرائيل الآن في قطاع غزة وكان هذا الأمر انتحار سياسي للسلطة الفلسطينية والرئيس بشكل خاص لكن على ما يبدو أن استمرار الضغط عليه يدفعه لاتخاذ مواقف مع الأسف أننا سمعناها أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني سمعناها على لسان مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أمريكيين في الأيام الماضية ونسمعها اليوم تتكرر على لسان الرئيس الفلسطيني وهي لا حاجة لتكرار عموما حركة حماس هي حركة انتخبات في الانتخابات الأخيرة الانتخابات مر عليها زمن سنوات طويلة وبالتالي انتهت التفويد الذي يمنح على حركة حماس في عضوية المجلس التشريعي وفي نفس الوقت انتهى قبل ذلك التفويد الممنوع للرئيس نفسه يعني كرئيس للشعب الفلسطيني الذي انتخب لأربع سنوات ولكنه لا يزال رئيسا ويمارس سلطة فردية حتى الآن والمؤسف أن كل ذلك يحدث دون أن يتم عقد اجتماع واحد للقيادة الفلسطينية لا على مستوى اللجنة التنفيذية ولا على مستوى المجلس المركزي ولا حتى على مستوى اللجنة المركزية لحركة فتح هناك تصدع في كل المؤسسات الفلسطينية ولا يبقى في المسجد إلا الرئيس محمود عباس والرئيس لا يزال يتمسك ببقاء السلطة كهدف وليس التعامل مع السلطة باعتبارها وسيلة لتحقيق الهدف الوطني الفلسطيني في كل الأحوال نحن هذا تفصيل في إطار المعركة القبرى التي تعرض خوض الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتستهدف بشكل أساسي المدنيين نحن نقترب من بداية اليوم العاشر العملية العسكرية نونى نشهد تحقيق هدف عسكري واضح ومحدد وله جدوى من قبل إسرائيل بل على العكس تماما يجري المس بالمدنيين نحن نتحدث عن نحو 12 ألف شهيد وجريع 60% منهم من الأطفال والنساء ضرب للبنية التحتية تجويع أهل قطاع غزة والدفع بالتجاه يعني خلق كارثة إنسانية مقصودة من قبل إسرائيل بتجميع أهل القطاع جنوبا ومن ثم تمهيد الأجواء للضغط العسكري عليهم لدفعهم حتى ولو اضطرها الأمر للفرار باتجاه مصر حتى وإن لم توافق مصر على ذلك سيد خليل ما تدعيات تصريحات الرئيس محمود عباس يعني أنا أعتقد أن هناك تدعيات داخلية الفلسطينيون موحدون يعني على المستوى الميداني جميعهم يعني هناك حالة من التكافل والتضامن في داخل قطاع غزة كما نشهد هناك حالة من التضامن والتكافل وشعور بوحدة المصير بين كل الفلسطينيين في ضفة غربية في قطاع غزة أراضي 48 وكذلك في الشتات ولذلك تبدو تصريحات الرئيس والسلطة الفلسطينية غير ذات صلة حتى الآن لم نشهد كما قلت أي تجمعات أي موقف يعني من القيادة الفلسطينية ولا من الرئيس يعني الفلسطيني والتالي ليس هناك موقف واضح ومحدد ما الذي تريد أن تفعله القيادة الفلسطينية في المقابل عن الأرض ميدانيا لخوض الفلسطينيين في الضفة الغربية معركة شرسة ضد الاحتلال وضد المستوطنين الذين وزعت عليهم 30 ألف قطعة سلاح خلال الأسبوع الأخير وباتوا يعني يشكلون ميليشيا يعني مسلحة تسن هجمات على الفلسطينيين في تناغم مع ما يجري في قطاع غزة يعني فيما تعلق بهدف التهجير أي أن المستوطنين يهاجمون القرى الفلسطينية لخلق بيئة تتطارد للفلسطينيين في هذه القرى هناك اشتباكات مسلحة يومية هناك 54 شهيد خلال الأسبوع الأخير بالضفة الغربية ومئات الجرحة كل ذلك يجري في سياق جهد فلسطيني ذاتي للدفاع عن النفس وعن حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه بدو بعيدا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إذن الحالة الفلسطينية أصلا تتطور بغض النظر على الموقف الرئيس محمودة عباس الذي على ما يبدو يحاول أن يجد تخريجة من الضغوط التي يتعرض إليها وخاصة الترويع بقطع المساعدات عن السلطة وهو عمر يهدد بقاء السلطة ذاتها ولكن سيد خليل كي نفهم المشهد جيدا إذا لم يردخ السيد محمود عباس لهذه الضغوط ما الذي يمكن أن يخسره؟ يعني هو سيخسر كثير إذا خرجت حركة عماس من هذه الجولة بالحد الأدنى من التعامل معها باعتبارها طرف رئيسي ولاعب رئيسي أنا أعتقد أن هذا الأمر يمهد الطريق لحركة عماس لكي تحل محل الرئيس ومحل حركة فتح في قيادة الشعب الفلسطيني حركة عماس تكتسب مزيدا من الشرعية في حال استمرار الوضع على حاله لأن مصدر الشرعية الرئيسي في الحالة الفلسطينية كان ولا يزال هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي القيادة الفلسطينية منذ انطلاق التورة الفلسطينية المعاصرة من الشهيد ياسر عرفات لقيادات الفصائل الفلسطينية لم تنتخب ولكن دانا الشعب الفلسطيني بالولاء لها لأنه كان يعتقد بأن مواجهتها للاحتلال الإسرائيلي هي التي تمنحها الشرعية وتمنحها شرعية الولاء الشعبي الفصائل المقاومة بعد ذلك وخيار المقاومة هو الذي يمنح الفصائل شرعية وجودها وليس صناديق الاقتراع في حالة حركات التحرر وهذا يطبق ليس على الحالة الفلسطينية على مجمع الحركات التحرر تهميش دور حركة التفتحة التي كانت دائما في الصدارة إلى حد الذي لا نسمع عنه شيء الآن وتصدر كتائب القسام للمشهد بالتأكيد أنه يمنح شرعية لكتائب القسام أنا هنا لا أقول بأن هناك تأييد لحركة حماس هناك تأييد للخيار التي تتبع حركة حماس وصرايا القدس وباقي الفصائل الفلسطينية كتائب الشعيد أبو علي مصر وكتائب المقاومة المطنية كل استطلاعات الرأي تشير منذ عدة سنوات وخاصة سنة الأخيرة بأن هناك تزايد في تأييد الرأي العام الفلسطيني لخيار العودة للعمل المسلح على الأقل من أجل الدفاع عن النفسي مواجهة الهجمة التي يتعرض لها الفلسطينيون طيلة عامين في الضفة الغربية والآن في قطاع غزة وفقدان الثقة بالخيار الذي اعتمده الرئيس محمود عباس والذي فشل فشلا دريعا بالرهام على المفاوضات والآن لا يوجد أحد في الجانب الإسرائيلي ليس فقط يقبل بحل الدولة المهتين بل يقبل بالتفاوض حتى مع محمود عباس طيب